تحتف المملكة البحرين إلى جانب دول العالم في 7 أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي والذي يصلط الضوء على أبرز القضايا الصحية الهمة التي تمس أنحاء العالم أجمع وفي تصريح خاص لنشرة الأخبار أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح أن مملكة البحرين تحرص على ما وصلت السعي لإطلاق المبادرات الهادفة والمساعي والخطوات الرامية إلى مشاركة بلدان العالم لتلك البرامج الصحية والرؤى والتوجيهات الدولية التي تحرص بالمقام الأول على ضمان السلامة الصحية لأفراد المجتمع تشارك مملكة البحرين كافة دول العالم في 7 أبريل بالاحتفال بيوم الصحة العالمي ويحمي الشعار هذا العام الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عنوان كوكبنا صحتنا ليركز على الحاجة إلى إقامة مجتمعات مستدامة تنعم بالرفاه وتحقيقاً لهذا الهدف فقد حرصت مملكة البحرين على تطبيق العديد من الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تجسد الرؤى السديدة لقيادة الحكيمة ومن بين سلسلة الإنجازات قصص النجاح التي حققتها المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبر برنامج المدن الصحية الذي يركز على مبدأ العمل الجماعي والشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بصحة السكان وتقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة لتمكين الأفراد والأجيال القادمة من العناية والاهتمام بصحتها وفقاً لأهداف وغايات التنمية المستدامة بما يجسد نجاح المبادرات التي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة